صباح الخير عن جديد التطوع أمر مهم وضروري للفرد والمجتمع وكل ما زادت الجمعيات أو المراكز يلي تعنى بالتطوع كل ما زادت تقدم المجتمعي وبالتالي بنعكس إجابة على البلد ككل تماماً ورد وهذا الشي اللي عم نشوفه ببلدنا بالرغم من كل الظروف الصعبة لهيك حبينا نخصص فقرة ونحكي فيها عن التطوع وأهميته بالإضافة للحديث عن فعالية رح ننجح ثلاثة كل هاي التفاصيل مع الدكتورة رامزرق سفيرة النواية الحسنة للطفولة صباح الخير دكتورة أهلا وسهلا فيكي يسعد صباحك أهلا وسهلا فيكي معنا لليوم صباح الخير يسعد صباحك يسعد صباحك أهلا وسهلا فيكي على طول عم نقول تطوع على طول منقول أنه أنت بتكسب مهارات وخبرات بالعمل التطوعي ومنأكد على أهمية التطوع كنقطة بناءة خاصة بعمر المراهق وعمر الشباب وين نحن اليوم بالتطوع بسوريا؟ كيف تقييمك وانتي لك باع طويل بهذا الموضوع؟ أول شيء طبعا أكيد التطوع هي مسؤولية اجتماعية كانت بالبداية أو قبل الأزمة يعني نحكي كانت شوي مفهوم التطوع شوي كان يعني نسبته قليلة جدا الأزمة اللي ما رأنا نحنا فيها فعلا زاد هذا المفهوم وتطور وانتشر يعني حتى صار فيه غيرية بالموضوع أنه نحنا عنا هذا الفريق فنحنا بنعمل فريق تاني ومنقوم بالتطوع وكانت كثير فعلا لدرجة كثير كبيرة أنه أنا صاروا يبعتوا لي مثلا على الانستجرام يبعتوا لي على السوشال ميديا الفيسبوك أنه نحنا دكتورة ننتطوع بنا نكون معاكن هذا التجديع كثير زاد نحنا هلا بالقونة الأخيرة لأنه لأنه في شيء نتيجة على الأرض يعني هذا الشعور اللي بيعطيك التنظيم التعليم الإدارة والمهارات الإدارية كلها بتصير عن طريق التطوع فهي فعلا زادت فعلا أنا في أشخاص بيسافر ويتركوا الفرق التطوعية بيرجع غيرهم بيكملوا بصير بأعداد كبيرة هذا المفهوم كثير رائع عم نحاول حتى ننشره بكل المحافظات أكيد في أماكن لسه مفهوم التطوع شوي وعانيت منه هلا بتوزيعي للحقائم المدرسية والقرطاصية أنه في مدارس ما لنعرفاني شو يعني تطوع أو شو يعني هذا الفريق اللي جاي بدي يوزع وهو من دون أي مقابل فهذا المفهوم أنت بتوزعه وبتنشره بطريقة صح أكيد ستكون النتيجة شوي شوي أكيد منقدر نوصل لكل المحافظات ويعني يكون هذا الفكر موجود عند كل الأشخاص قديش حلو أنه نحنا نقوم بهذا العمل قديش هيك في إنعكاسات إيجابية بتكون على الشخص نفسه اللي عم يقوم بالعمل تطوعي بالإضافة لفكرة دائما نحكي عنا أنا وردي يعني الأشخاص اللي بيقول لنا أنه أنا تخرجت من الجامعة أنا ما عم بلاقي فرصة عمل لأنه أنا ما عندي إكسبرينس طيب إذا كنت بي واحدة من الجامعيات بشكل تطوعي فرح حصير في عندك شي على سيبيتك ويعني هيك تكون عم بتشوف كيف على الأرض بتكون ممارسة العمال والمهنية كيف ممكن تكون خلنا نحكي بما أنه ذكرتي الحقائب المدرسية والتبرع بهي التفاصيل للأطفال عن رح ننجح ثلاثة هاي ثالث سنة 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 أنا ما بعتبرها مبادرة يعني هي ما لأبدا مبادرة لأنه هي خطة أنا عم قوم فيها كل سنة بمنطقة معينة وبمحافظات معينة حتى قدر غطي العدد الأكبر من المحافظات طبعا كونه ظروفنا شوي صعبة الأسعار صارت كتير غالية على الناس ظروفهم صعبة فأنا حبيت أني أنا كون واقفة معهم بهذا الموضوع فنحنا اليوم ما وزعت أنا طبعا هلا بمحافظتين بحما مصياف منطقة مصياف كانت كتير بحاجة مدارسة غطيت كل المدارس تقريبا حلو كتير حقائب وقرطاصية وهلأ بلشت بريف دمشق خلينا نقول مولي في دمشق هي دمشق القديمة بالمنطقة العقابة هي ما حدا دخل عليها بصراحة وأنا تفاجأت بكم المدارس الموجودة فيها لأنه يعني أربع مدارس والمنطقة كتير صغيرة فتفاجأت بالكمل طلاب اللي موجودين هنا فعلا بحاجة فكان من يومين نهايت موضوع مدارس منطقة العقابة ووزعت فيها يعطيكم ألف على الله يعافيك طبعا يعني أربع مدارس يعني فيه فوق ألف طالب أكثر فوق الألف وخمسمية خلينا نقول حقائب مدرسية واليوم من نعرف أنه حقيبة مدرسية لطفل بالمرحلة الابتدائية هي ودفاتره وأقلامه وقرطاصيته يمكن مكلفة بالنسبة للأهالي فما بالك الأهل اللي عندهم ثلاثة أو أربع أطفال بالمدارس شو عم تواجهوا صعوبات يعني عم تنزلوا بمحافظات وثقافات مختلفة وكمان تعاملكم لازم يكون منظم ومقنن من وزارة الشؤون الاجتماعية في شيء صعوبات معينة عم تعترضتكم بصراحة صعوبات من ناحية طبعا مؤسسات الدولة لأنه في تشجيع كامل لإلون طبعا وزارة التربية مشكورة ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمال وبخصف فعلا الدكتور دارين طبع وزير التربية كان كتير مشكور وكتير كان مشجع لهذه الفكرة حتى أنا في اتفائية معه بمكتب كامل لتدريب المتطوعين فمن ناحية مؤسسات الدولة لأ في تشجيع وفي تسهيل لهذه الأمور يعني فورا في تشجيع لإلون رائع حتى للمتطوعين يعني مولا كشخص شخصية اعتبارية لأ كمات كمتطوعين عنده تشجيع هلأ الصعوبات شوي هلأ شوي عنا في أهالي لسه لهلأ ما عندهم هذا مفهوم التطوع يعني أنت وقت بتقدم لهذا الطفل بيعتبروه مثل أنه يعني تماما يعني أو مثلا أنت عم تقدم لطفل أنه يعني أن أنتي لش هم تقدمي لابني مثلا أنه أنتي أكيد في هدف معين لإلك لأهو ما في هدف ما نعم أقدم لمجموعة ومس لطفلك تمام فيعني عنا شوي من واجه أنا عندي مواجهتي للوعي الأهل تمام عنا لسه في لا ما في عنا وعي للأهل متل ما بتطوع هو قائم على طرفين متطوع وخلييني أقول ما بدي قول آخذ المتقبل المتلقي لأهي الفترة لا يعني عليك فالمتلقي كمان فيه بروتوكول معين لازم كمان يقول أنه لسهاتنا بتطاق تعاضض مجتمعي لسهاتني أنا طرف بهالبلاد لسهاتني في مين عم يسأل علي فحلو أنه مثلا نعرف قيمة هذا الموضوع هندان آي الفكرة أنه يعني بسبب الظروف صارت الناس دائما عندها خوف عندها زعر عندها أنه أنت عم تعمل هيك لسبب معين صح لا أنا ما في سبب أنا عم عرفكم على شباب وصبايا حابين يعملوا شي حابين يعملوا تشاركي يكون في مسؤولية اجتماعية نعطيهم هذا الشعور حتى الطفل يعني بواجه أطفال أنه طب أنت شو بتشتغلي أنت طب ليعن تعطيني شانتا يعني أسئلة بسيطة بس هي بتدل على وعي الأهل يعني الأهل ما عندهم هذا الوعي لمفهوم التطوع لمفهوم التشاركية التعاون أنه لا هدول الشباب حابين يساعدوكم لأنه أنا بتوزيع الحقائب ما بقوم بس أني أنا بدي وزع وبمشي يعني هو ما له واجب نحنا من نعمل أنشطة وفعاليات وأغاني منشجغهم ومن ضمنه أنا بوزع يعني الفريق التطوع اللي بيكون معي منقوم بألعاب منقوم بأنشطة فعالة من خليون يتحرك يحسوا أنه في شباب معهم وصبايا عم بتعاونوا بعدين أنا بوزع أنا ما فوت على مدرسة وأنه أنا فورا أنا حبيباتي أنا فايت وزع لكم تفضلوا لا هي ما لواجب ولا لواجب علي أكيد ولكن هي هدف لأوصل فكرة يعني خليتيني فكر بقصة أنه قديش مهم أنه الأهل فعليا هنيني علموا ولادن أنه أنت ما تاخد غرض من حدا لأنه ممكن يكون في هدف تاني وعم نشوف للأسف يعني بمجتمعاتنا وبمجتمعات تانية استغلال الأطفال عم بتكون عن طريق هاي القصة ولكن لا نحن موجودين بمدرسة في فريق في إدارة مسؤولة موافقة على أنه هذا الفريق يدخل على المدرسة ويوزع هاي الهدايا للأطفال مشكورين يعطيكم ألف عافية عن جديد خلينا نحكي شوي دكتور فيه كمان فرق تانية فيه جمعيات تانية بسوريا عم تهتم بالأطفال خلال هالسنتين زادت عدد المؤسسات والجمعيات اللي تعنى بالأطفال هذا الشي بيفرح القلب أكيد لأنه أول شي نحن زادت عنا للأطفال احتياجات الخاصة كام من سابقا كانوا الأهالي ما يظهروا الولد اللي في عنده احتياجات خاصة هذا برجع للوعي وعي الأهل كان عندهم خوف أنه يظهر ابنه إذا كان هو توحد أو طيف توحد أو متلازم الدون طفلي ما لازم يظهر لحدا هلا لا هلا عم يتشجعوا لأنه بالجمعيات والمؤسسات عم بصير في تدريب لهذا الطفل عم يشوف أصص نجاح كتير رائعة فدعمي أكيد ما حيكون لفريق واحد أنا لليوم بقوم بزيارات ميدانية لكل الجمعيات والمؤسسات اللي هي فعلا تعنى بأطفال احتياجات الخاصة أو الأيتام يعني هلا أنا بعد مقابلتي معكم أنا طلع عرس الزينب لأنه في افتتاح مركز أيتام فهذا الشيء قديش وحلو أنه أنت تدعمي هدول الجمعيات والمؤسسات أو تعطي صورة واضحة للوزارات بمسؤولية هاي الجمعية أو شو المقصر اللي عندها أو شو ممكن ندعمها ماديا أو معنويا فنحنا عندنا هاي الزيارات كتير مهمة لإلون فهي زادت كتير صار في تشجيع من الأهالي والطفلي أنا لأ بدي حطه كتير تجيني مكالمات إنه دكتورة أنا طفلي هيك وين ممكن أنا أسجله بجمعية بمؤسسة شو فيني أعمله لحطي يطور له هذا الشيء رائع هذا ما كان قبل مصرح تماما هلا بدي أختم بكلمة وبدك تعقبيلنا عليها من بعد إذنك أكيد دكتورة اللي خلى عنا شوي شرخ بيننا وبين جمعيات أو بعض الجمعيات هو الفساد اللي كان موجود بكتير من الجمعيات حتى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ألغت ترخيص أو لغت ممارسة هاي الجمعيات على أرض الواقع المحسوبيات اللي كانت ضمن الجمعية نفسها بتوزيع السلة الغذائية بتوزيع الإغاثة والمعونة وعناصر فاسدة خليني قول موجودة للأسف ببعض المفاصل طيب كيف من قيم اليوم الضبط والإشراف قديش في شفافية بعمل الجمعيات هلا نحن ما في عنا ضبط مية بالمية بصراحة الجمعيات التلق كلمة حلوة كتير إنه في عنا إدارة ممكن تكون فاسدة عناصر فاسدة في طمع بالموضوع فهذا خلى الشرخ أو ثقة الأهل بهذا الموضوع هلا أنا تقييمي هي بفعالية هي الجمعية أو المؤسسة يعني أنا عندما تشوف الجمعية أو مؤسسة على مدى طويل سنتين ما عملت أي فعالية ما أثبتت وجودة على الأرض فأنا بعتبرها لاغية يعني أنا مو بس أنه أنا أعمل حط على السوشال ميديا صور أو شي لا أنت بدأت كون فعال على الأرض تماما وعفوا منك إذا أنا وميشلين رحنا نزلنا بوستات على فيسبوك وإنستغرام وقالنا لهم نحن عم منوزع اللي حابب يعطينا مصاري أو يعطينا التبرعات عينيين كما نوزعن معنا نفتح جمعية لا نحن ما بدنا نكون بس إغاثيين نحن نكون تنمويين وهي المفروض يكون في تقارير بصراحة يعني هي المفروض يكون في تعاون كتير بين الوزارات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وبين هي المؤسسات الجمعيات يكون في حدا عم يتواصل معهم بشكل يومي بس هي موجودة عنا هي إلى اليوم نحن في عنا جمعيات فلن تسيء حتى المفهوم أو الهدف تبع الجمعية لليوم عنا هي المؤسسات هذا بده ضبط أكتر أكيد يعطيك ألف عافية يا دكتورا يعطينا العافية لكل الأشخاص يلي عم يشاركوا والمتطوعين يلي عم يشاركوا بهيك حملات يلي عم يشوفنا وحابب إنه يتطوع معكم شو هي الطريقة؟ أتمنى في تواصل على صفحة الرسمية للفريق وتواصل كما تمكن أن تكون معي شخصيا أنا بالعكس سعيدة جدا ويقبل أي متطوع يأتي طارما عنده النية للتقديم والعطاء لأن العطاء نحن اليوم بحاجته كثيرا أكيد شكرا كثير لك دكتورا أهلا وسهلا بك شرفتك يسعد صباحك وأهلا وسهلا بك أهلا وسهلا بك